لكن قبل ما نكلم عن ليبيا لوحدها دكتور سمير حضرتك كمفكر يعني شايف انه فيه تعمد لإضعاف مصر وتشتيت قواها بان كل القضايا دي تبقى شغالة في وقت واحد ده ايضا نبهنا لي من منذ فترة طويلة قلنا انه فيه تطويق بعيد ايوة والتطويق البعيد ده بيرجع يقرب عشان يعمل تطويق حلقة ضيقة اي قلنا انه الاتجاهات الاستراتيجية التلاتة لمصر اي سواء من الشرق حوالين وجود غزة وجود جماعة الاخوان المسلمين المعروفة باسم حماس في قطاع غزة يمثل خطرا باهما على مصر ولها علاقة بما يحدث في ليبيا يعني عادة الحديث عن الوجود التركي في ليبيا وكأنه حالة منفصلة وهنتكلم دلوقتي عن وجودهم في غزة فده التطويق الاول من الاتجاه الاستراتيجي من جمال الشرق عندك جبهة جنوبية كان عندنا مشكلة اساسية مع السودان وربما تكون المشكلة لها تدعيات مستقبلية وللأسف الشديد احنا فترة من الفترات رغم ان البشير الذي يحاكم الآن في السودان كان بشكل واضح يتآمر على مصر تحالف مع اثيوبيا ضدنا في مفاوضات السد استضاف قيادات الاخوان المسلمين الهاربة من مصر فتح معسكرات لتدريب الارهابيين في السودان صنع اسلحة في السودان واشرف على تهربها الى سيناء ومع ذلك كنا نكرمه وحصل على نجمة سيناء اظن او حاجة ما يشبه ذلك وهو لا يستحقها على الاطلاق ده حكم بلاده بالنر والحديد الآن بيحاكم على الانقلاب العسكري الذي قام به واكتشفوا مبارح مقبرة جماعية في 28 ضابط اول ما مسك قتلهم وهو الذي ادى الى فصل السودان الى سودان تأسيم تأسيم ومع ذلك كنا نكرمه وعندما قامت ثورة امتدت لمدة سنة تقريبا ضده في السودان للأسف الشديد احنا وقفنا معاه والحمد لله ان القيادة السودانية الجديدة لا تحسبنا على علاقتنا بالبشير رغم كل ما اذكره وكل هذا موسق يعني علاقته بأسيوبيا وتحالفه معاها وهو احد المشكلات الكبرى في الموقف الأسيوبي علاقته بالاخوان المسلمين علاقته بالارهابيين استضافتوا ليهم تهريب الأسلحة الى آخره كان بيقال صراحة نيفاندم انه هو استمرار وجوده في الحكم في السودان رغم المحكمة العدل الدولية اللي مطلع قرار ضده لانه بيقدم هذه الخدمات للدول العظمى اللي بتحرك القوة دي طيب وهذا ده الاتجاه الجنوبي اتجاه الغربي الاستراتيجي الغربي اي ليبيا منذ فترة طويلة كنا نقول انه ما يزال هناك خطر الان الخطر تضاعف يعني الخطر السابق كان وجود جماعات ارهابية على حدودنا الغربية كان فيه بنغازي كان فيه مناطق المحازية للحدود المصرية وهي ربما تكون اطول حدود برية المصر 1150 كيلو تقريبا من الحدود المشتركة كان في السابق يصعب السيطرة عليها لان فيها اماكن لا يمكن السيطرة عليها نهائيا ومع ذلك يعني احنا عملنا مجهودين في اتجاهين اتجاه داخل ليبيا نفسه واتجاه لتأمين الحدود من الخارج حرس الحدود الآن يقوم بتغطية هذه المساحة وان كان الارهابيين والمهربين وهناك انا اشرت في كثير من المقابلات التي اجرتها عن علاقة التزاوج بين الارهاب والتهريب كل ما تلاقي مهرب هتلاقي خلفه ارهابي او العكس بيستند اليه او يحوله من مهرب الى ارهابي او يتزاوج العلاقة بين الارهابيين دلوقتي دولبة صالح مشتركة اه دلوقتي دولبة وبيستخدموا اجهزة حديثة كان زمان يعني فيه دوللة بيعرفوا المسالك والضروب اللي انت يعني مش قادر تغطيها الان بجي بي اس بيشتغلوا بالجي بي اس لانه حيثك تقصد العرب او البدو اللي هما بيستخدموهم كبليل للسحراء صحيح وبالتالي ده ده الطوق الاول كان فيه طوق بعيد بدأ من افريقيا ايوه ونحن لم ننتبه له يعني تركيا بدأت في علاقتها باسيوبيا وعلاقتها بالصومال وعلاقتها بعديد من الدول الافريقية ما جعلها على المستوى الدولي دولة صديقة لأفريقي وعقدت مؤتمرات لحل مشكلة الصومال مثلا في افريقيا في تركيا لم ننتبه كثيرا الى التمدد التركي اللي فيه اللي موجود في افريقيا وده كان بداية الطوق البعيد الطوق ده قرب علينا شوية وكان في وقت احنا كنا مؤهملين من افريقيا تماما تماما من 92 الطوق قرب شوية بالعلاقات التركية مع حماس والاخوان المسلمين في قطاع غز عشان تبقى الناس عارفة بس فيه علاقة تركية اسرائيلية تسمح بادخال البضائع التركية دون جمارك فبتدخلها عن طريق اسرائيل بتمر هذه البضائع الى حماس حماس بتسيل البضائع دي بتباعها لصالحها وبتاخد الفلوس دي الفلوس دي هي اللي مخليها ما تزال منذ 2007 انقلابها العسكري الدموي ما تزال تحكم حتى الان في قطاع غزة وما تزال تشكل تهديدا لمصر وخطورة على الامن القومي لمصر تركيا جت على قطر واقامت قاعدة في قطر وتفكر في اقامة قاعدة ثانية لها في قطر وعندما زار اردوغان قبل شهر تقريبا الدوحة لم يسمح للامن القطري لا باستقباله ولا بمرافقته نحاهم جانبا واستعام بالوحدات الامنية اللي هو جايبها معاه ونحاهم جانبا وكأن قطر لا سيادة لها على اراضيه كأنه في بلده يعني اكتر مش دي الزيارة اللي قال لوزير الخارجية قاعد كويس وبالتالي هو موجود في قلب الخليج ثم موضوع